في يوم الأربعاء 8-2-2023 يعني قبل الامتحان بيوم إنه الامتحان التنافسي بين طلاب الحوزة من الرجال والنساء حيث يتنافسون لأجل أن يكونوا مرشدين في الحاج يشتغلون ضمن نطاق الهيئة العليا للحج والعمرة وليست والعمرة كما هو مثبت في كتاب تعيين سليم العامري حينما ذكر اسم رئيس الهيئة على أي حال ليس هذا مهم يوم الأربعاء صباحا 8-2-2023 ميلادي كان هناك في هذا المركز في مركز طيبة كان هناك اجتماع من الذي اجتمع وبمن اجتمع كان هناك اجتماع لسليم العامري مدير عام دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث في الهيئة العليا للحج والعمرة اجتمع بمدرسي ومدرسات مدارس الوقف الشيعي في النجف اجتماع بمدرسي اجتماع بمدرسي ومدرسات مدارس الوقف الشيعي لماذا؟ لأن هؤلاء سيكونون مراقبين ومشرفين على الامتحان الذي سيكون في يوم غد للمتنافسين الذين يريدون أن يكونوا مرشدين في الحاج فهؤلاء المدرسون والمدرسات الذين يعملون في مدارس الوقف الشيعي جيء بهم لهذه الغاية ولهذا الغراط المعلومات منهم وإلا فإني لم أكن موجودا هناك المعلومات منهم هكذا تحدث إليهم سليم العامري تحدث إليهم محذرا من وجود شيوخ دخلاء من وجود طلاب حوزويين دخلاء هكذا وصفهم أين هؤلاء في أجواء وفي حوزة محمد رضا السيستاني يقول هناك شيوخ دخلاء هو في الحقيقة لا يوجد شيوخ دخلاء وإنما وإنما يوجد شيوخ يوجد طلاب حوزويون في حوزة في مدرسة محمد رضا السيستاني ممن يتابعون قناة القمر وقد اقتنعوا بالطرح الذي تطرحه قناة القمر فهؤلاء في بعض الأحيان يعترضون على ما يطرح في حوزة محمد رضا السيستاني وتحديدا في دروسه سليم العامري كان يبدي امتعاضه من هؤلاء ويقول من أن هؤلاء يسربون بعض المعلومات إلى الشارع فهو يحذر هؤلاء يحذر المدرسين والمدرسات الذين يتكلم معهم يحذرهم من مثل هؤلاء ويحذرهم أيضا أن يكون كهؤلاء ما هو هذا الشيء الذي سربه إلى الشارع أولئك الدخلاء والذين لم يكونوا دخلاء في سابق الأيام إنما أصبحوا دخلاء بعد أن اقتنعوا بالفكر الذي تطرحه قناة القمر بفكر العترة الطاهرة الذي يعتقد بفكر العترة الطاهرة يكون دخيلا قطعا يكون دخيلا لأن الحوزة هذه ما هي بحوزة العترة الطاهرة هذه حوزة عباسية طوسية نجسة نجسة قذرة شيء طبيعي أن يكون الذين تأثروا بفكر العترة الطاهرة واستجابوا ولو بدرجة بسيطة يصبحون دخلاء هذا هو منطق المرجعية السستانية وهذا هو منطق الحوزة الطوسية النجفية اللعينة المشؤومة القذرة من الذي سربه هؤلاء الدخلاء محمد رضا السستاني في درسه الخارج في بحث الفقه وهو يتناول موضوع الصلاة المسافر الصلاة في السفر إنه يشرح لهم تفاصيل أحكام الصلاة في السفر فلما وصل حديثه إلى سفر المعصية باعتبار في أحكامنا أن الذي يسافر سفرا ينطبق عليه هذا العنوان من أنه سفر معصية يجب عليه أن يتم في صلاته ويجب عليه أن يكون صائما يجب عليه أن يتم صلاته لا يجوز له أن يقصر في صلاته الذي يجب عليه أن يقصر في صلاته من كان سفره في طاعة وليس في معصية من كان سفره في شأن من شؤون حياته سأفصل الكلام في هذا حينما نصل إلى هذه النقطة محمد رضا السستاني وهو يحدثهم عن سفر المعصية ومن أن الذي يسافر سفر المعصية يجب عليه أن يتم صلاته يضرب لهم مثالا هذا المثال أن يسافر طالب الحوزة الطوسية في النجف أن يسافر من النجف إلى كربلاء لزيارة الحسين في أيام الدراسة الحوزوية يفتي محمد رضا السستاني بأن هذا السفار سفر معصية ويضيف قائلا ويضيف قائلا ويضيف ولقد كان بعض علماء السلف الصالح من طيح الله هذا السلف أي سلف أي صالح أنتم ابتعدتم عن السلف الصالح منذ بداية الغيبة الكبرى ولذا فإن صاحب الأمر في رسالته إلى المفيد التي وصلت سنة 410 للهجرة هكذا خاطب أكثر مراجع الشيعة وفي زماننا فإن الخطاب يتجه إلى جميعهم إلى جميعهم فإن أحدهم يخري في فم الآخر ماذا قال إمام زماننا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذه الفتاوى الناصبية النجسة القذرة لا علاقة لها بالسلف الصالح إنه السلف الصالح الطوسي من وجهة نظر الطوسيين من وجهة نظر صاحب العامر هؤلاء ابتعدوا ابتعادا شاسعا عن منهج السلف الصالح أعود إلى كلامي محمد رضا السيستاني وهذا الكلام طرحه سليم العامر بمسمع من كل أولئك المدرسين والمدرسات لمدارس الوقف الشيعي الذين كان يتحدث معهم كي يكونوا في صبيحة اليوم الثاني مراقبين ومشرفين على امتحان أولئك المتنافسين للحصول على وظيفة مرشد في الحج ولقد كان بعض علماء السلف الصالح طيح اللحظهم يحتاطون عند ذهابهم إلى زيارة الإمام الحسين بأن يأخذوا معهم كتبهم لأجل أن تكون زيارتهم باطلة يحملون هذه النجاسات معهم إنها كتب الحوزة الطوسية القذرة ولقد كان بعض علماء السلف الصالح طيح الله حظهم وطيح الله صبغهم من أولهم الآخرهم الهتلية السرسرية يحتاطون عند ذهابهم إلى زيارة الإمام الحسين بأن يأخذوا معهم كتبهم للتدارس في حال سفرهم فلا يصدق عليهم حينئذ عنوان سفر المعصية من صخم الله وجوهكم طيح الله لاحظكم السفر لزيارة الحسيني يكون سفر معصية ومن تأخذون الخرط مال الطوسي ومال مرتضى الأنصاري والخرط مال الخوعي والسيستاني ومحمد باقر الصدر يتحول هذا السفر إلى سفر طاعة من طيح الله حظكم وطيح الله حظ مراجع النجف من أولهم الآخرهم أي فقه هذا وأي دين هذا وصدقوني هذا الكلام يخالف المنهج الطوسي أيضا لكن هؤلاء غبران ثولان وشياطين في الوقت نفسه ويريدون مننا أن نقدسه وهذا الأعلى وذاك الأورع وهذا الكلب ابن الكلب وهذا القندرة ابن القندرة ولكم أنتم مطاية طلا في الحفزة ومطاية أنتم ذول الجايسون فيكم جايسون بكم ثور نذهب إلى فاصل لو كان محمد رضا السستاني يعلم أنه على حق لنشر دروسه إنه يخفي دروسه وإذا ما تحدث أحد طلابه بشيء مما يقوله في دروسه صار دخيلا وصار الكلام تسريبا لا شأن لي به وبطريقة عمله هذا أمر راجع إلي هنا عدة ملاحظات وقبل أن أشير إلى هذه الملاحظات لا بد أن تعرف من أن الأمر ليس خاصا بمحمد رضا السستاني الجميع في النجف الذين يقال لهم مراجع الجميع على هذا المنهج الناصبي القذر لكن الحديث أخذ مفتاحا له ومنطلقا فكانت الحكاية من مركز طيبة وكانت الفتوى من محمد رضا السستاني سأفصل القول مع الآخرين شيئا فشيئا الموضوع هذا حساس ولا بد أن أقف عنده بتأنن كي أعرض بين أيديكم الكثير والكثير من المعلومات والحقائق الغائبة عن أذهانكم والتي لن تسمعوها إلا من هذه القناة إلا من هذه الشاشة لأن الجميع يغشونكم يضحكون عليكم يخفون عنكم الحقائق يريدون منكم أن تبقوا حميرا الانديخيين الحقائق هنا هنا في هذه الشاشة من دون مجهملة من دون رتوش إنني أكشف لكم عن عوراتهم القبيحة بتمام الصورة من دون أي إضافات ومن دون أي نقص كما هي عوراتهم القبيحة كما هي وهم كلهم عورات بل في الحقيقة هم عورة كاملة وعوراتهم مظاهر لتلك العورة الكاملة ملاحظات الملاحظة الأولى عليكم أن تصبروا علي سأريكم العجب من المعلومات والتفاصيل أصبروا علي وعليكم أن تتابعوا الحلقات هذه الحلقة وما بعدها أن تتابعوا البث المباشرة والإعادة وأن تسجلوا الملاحظات محلومات كثيرة كثيرة سأضعها بين أيديكم عنواننا الكبير واضح صناعة الدين المزيف وهذا مصداق وعنواننا الصغير الفتاوى المزيفة ما بين القداسة والاحتياط إذن الملاحظة الأولى عليكم أن تصبروا علي الملاحظة الثانية لا بد أن تلتفت إلى أن كربلاء تتميز بحكم خاص بالنسبة للزائرين المسافرين الزائر الذي يأتي من خارج كربلاء وينطبق عليه عنوان المسافر هو مخير حينما يصل إلى كربلاء بين أن يقصر في صلاته وبين أن يتم صلاته وهذا الحكم ينطبق على مكة وعلى المدينة المنورة وعلى النجف بالنسبة للكوفة هي امتداد للنجف وعلى النجف والكوفة مكة المدينة النجف مع الكوفة هذه منطقة واحدة كربلاء الزائر الذي هو مسافر جاء من مكان بعيد إذا ما دخل إلى كربلاء عليه أن يتخذ قراره منذ أول لحظة حينما يدخل إلى مدينة كربلاء أن يتخذ قراره إما أن يصلي القاصر وإما أن يصلي التمام فإذا صلى القاصر يستمر بصلاته وإذا صلى التمام اتخذ القرار يستمر بصلاته حتى لو بقي يوما واحدا حتى لو صلى صلاة واحدة إذا اتخذ قرار الإتمام أقرأ عليكم من الجزء الثامن من وسائل الشيعة للحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة صفحة 524 الباب الخامس والعشرون الحديث الأول بسنده بسند صاحب الوسائل عن الطوس في التهذيب في تهذيب الأحكام عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول من مخزون علم الله من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن إتمام الصلاة الإتمام في أربعة مواطن حرم الله مكة وحرم رسوله صلى الله عليه وآله المدينة وحرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما بين النجف إلى الكوفة وحرم الحسين بن علي صلوات الله عليه كربلق هذه المواطن يكون الزائر المسافر الحاج المعتمر في مكة والزائر للمدينة المنورة والزائر للنجف والزائر لكربلق يكون مخيرا حتى لو بقي دون مدة الإقامة باعتبار أن الإقامة تكون في عشرة أيام هذه التفاصيل الفقهية التي تعرفونها لا أريد أن أخوض فيها المسافر على أي حال في هذه المواطن مخير بين أن يكون مقصرا في صلاته وبين أن يكون متما والإتمام أفضل أقرأ عليكم رواية من الوسائل أيضا من المصدر نفسه صفحة 527 من الباب نفسه من الباب الخامس والعشرين إنه الحديث الثاني عشر بسنده بسند صاحب الوسائل عن أبي شبل قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أزور قبر الحسين أبو شبل يسأل الإمام الصادق أزور قبر الحسين قال زور الطيب زور الطيب وأتم الصلاة عنده قلت أتم الصلاة قال أتم قلت بعض أصحابنا يرى التقصير هناك من يقصر في صلاته قال إنما يفعل ذلك الضعفة الضعفة إنما يفعل ذلك الضعفة الكلام واضح فإن الإمام يفضل الإتمام على التقصير لمن كان ظرفه زمانه صحته يسمح له بذلك ولذلك حين سأل أبو شبل السؤال الإمام قال له أتم فلما قال بعض أصحابنا يرى التقصير يقصر في صلاته قال إنما يفعل ذلك الضعفة هذا قول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قد تسألون وهذا سؤال طبيعي يطرح هنا أين يكون التقصير لا تعبعوا بأقوال هؤلاء المعممين الثولان الذين حددوا مكانا معينا في حرم الحسين هذا الحكم موجود قبل أن يبنى هذا البناء الذي يقال له حرم الحسين حرم الحسين كل كربلاء كل كربلاء حرم الحسين هذه تسمية عرفية للبناء الخاص بقبر الحسين حرم الحسين كل كربلاء فحينما تكون نازلا في الفندق أنت تصلي في الفندق صلاة التمام إذا كنت اتخذت القرار من أول دخولك إلى كربلاء أن تصلي التمام في أي بيت من بيوت كربلاء إذا كنت نازلا ضيفا عند قريب أو صديق القضية لا كما يقول لكم هؤلاء الثولان الأغبياء الذين لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة والأمر هو هو في النجف والكوفة الكلام ليس خاصا بمسجد الكوفة فقط وإنما النجف والكوفة هذا هو حرم أمير المؤمنين نحن حينما نشخص المكان تشخيصا شرعيا لا نعبأ بالتشخيص الإداري ربما تكون بعض الأحياء تابعة لكربلاء لكنها بعيدة فهذه لا يقال لها كربلاء تحت عنوان حرم الحسين إنما حديثنا عن المدينة كربلاء إنها المدينة المتلاصقة إنها المدينة المترابطة بأحيائها والمتصلة والمتصلة ب دائرة قلب الحرم الحسيني قبة الحسين كل كربلاء حرم الحسين كل كربلاء وحتى هذه الأحياء البعيدة إذا ما التصقت بعد ذلك فإنها ستكون جزءا من حرم الحسين لأن حرم الحسين في الحقيقة هو أكبر من المدينة الموجودة حاليا أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لكن من الآخر أولا الزائر المسافر الداخل إلى كربلاء مخير بين التقصير والإتمام وعليه أن يتخذ قراره منذ اللحظة الأولى التي يصل فيها إلى مدينة كربلاء هل سيصل القاصر أم أنه يصل التمام التمام مفضل في حديث أهل البيت لمن كان ظرفه مناسبا لذلك من لم يكن ظرفه مناسبا لذلك يجوز له أن يقصر في صلاته فإذا اختار التمام فأين يصلي يصلي في كل مدينة كربلاء إن كان في الفندق أو كان في بيت الأقرباء عند الأصدقاء في كل مكان أو كان يصلي في حديقة عامة من حدائق كربلاء في أي مكان فمدينة كربلاء كلها حرم الحسين أعتقد أن صورة باتت واضحة لا تعبأ بهؤلاء الثولان هؤلاء المعممون الطوسيون لا يفقهون شيئا من الدين لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة هؤلاء يضرطون من أفواهم لا فقه لهم ولا دين عندهم نذهب إلى فاصل الملاحظة الثالثة فيما يرتبط بسفر المعصية سفر المعصية في دين العترة لا شأن لي بهذا الوراء الذي يتحدث به محمد رضا السستاني وأمثاله من هؤلاء الأغبياء الذين لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة سفر المعصية له صورتان لا ثالثة لهما وهتان الصورتان لا تنطبقان على سفر طالب الحوزة أيام الدراسة الحوزوية من النجف إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء سفر المعصية له صورتان أتحدث عن دين العترة لا شأن لي بدين الغباء والثول بدين الطهسيين اللعناء أتحدث عن دين العترة الطاهرة سفر المعصية له صورتان الصورة الأولى أن السفر يقودك يؤدي بك إلى معصية كالذي يسافر سفرا كي يصل إلى بلد معروف بالسياحة الجنسية يسافر لأجل أن يصل إلى غايته في بلد من بلدان السياحة الجنسية حيث سيمارس الزنا واللواط وغير ذلك هذا سفر معصية السفر بما هو سفر ليس فيه من معصية لكنه يؤدي إلى معصية أن يسافر لأجل أن يقتل شخصا بريئا أن يقتل مؤمنا أن يسافر لأجل أن يؤذي مؤمنا هذا سفر معصية المعصية ليست في السفر بما هو سفر وإنما في عاقبة السفر في غاية السفر السفر الذي غايته معصية هذا سفر معصية قيل له سفر معصية ليس لأن السفر في نفسه هو معصية وإنما غايته معصية وهناك سفر وهناك سفر المعصية تمازجه تمازج السفر كالذي كالذي يخرج للصيد المحرم ما هو الصيد المحرم الصيد له ثلاث صور مرة مرة يكون الإنسان يدبر طعامه وطعام أسرته وطعام الآخرين من الصيد فهذا هو المجال المفتوح له طعامه ورزقه الذي يأكله وتأكله عائلته يتهيأ لهم من الصيد فيخرج هذا الرجل للصيد كي يصطاد ما يكون طعاما له ولأسرته هذا صيد مباح محلل إن لم يكن واجبا عليه أن يخرج للصيد إذا انحصر طعامه وطعام أسرته في هذا الأمر الصورة الثانية أن يكون تاجرا أن تكون مهنته أن يصطاد وبعد ذلك يقوم بالاتجار بما اصطاد من الصيد هذه مهنته هذا صيد مباح جائز لكن الصيد المحرم حينما يكون صيدا لا بالعنوان الأول ولا بالعنوان الثاني وإنما للنزهة للعب مثل ما يفعل الملوك ويفعل الأمراء فهم يخرجون ب صقورهم وبكلابهم وبالحيوانات التي يستعملونها للصيد يصطادون لأجل النزهة الصيد لأجل اللعب ولأجل النزهة محرم السفر والحركة لأجل هذا الأمر يكون سفر معصية الذي يسافر هذا السفر لا يجوز له أن يقصر يجب عليه أن يتم ويجب عليه أن يصوم لا يجوز له أن يفطر إذا كان في شهر رمضان وكذلك لو أنه اضطر لأكل الميتة لا يجوز له أن يأكل الميتة لا يجوز له أن يأكل الميتة الذي هو في سفر المعصية يبقى صائما إذا كان في شهر رمضان لا يجوز له أن يفطر ويصلي صلاة التمام وكذلك لو صار مضطرا بحيث أنه يموت إلا أن يأكل من الميتة لا يجوز له أن يأكل وليموت هذه أحكام الدين ما هي أحكامي أحكام سفر المعصية سأقرأ عليكم الروايات السفر لزياهة الحسين أين هي المعصية هل زيارة الحسين التي غاية السفر معصية من يقول بهذا الخائل بهذا إلا أن يكون مأبونا وحتى المأبون لا يقول بهذا من الذي يقول من أن زيارة الحسين معصية السفر إلى زيارة الحسين غاية السفر زيارة الحسين فهذا المعنى الأول من معاني السفر المعصية فغاية السفر زيارة الحسين لا يمكن أن نقول عن السفر هذا لأنه سفر معصية هل في الطريق هناك معصية تمازج السفر لا توجد معصية تمازج السفر إذن كيف أطلق هؤلاء الغبران الثولان طائحين الحظ الهتلية من مراجع النجف وكربلاء على سفر طلاب الحوزة من النجف إلى كربلاء لزيارة الحسين أيام الدراسة الحوزوية كيف أطلق على هذا بأنه سفر معصية غباء عدم فقاهة سوء توفيق وحالة نصب وعداء يعبر عنها بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة تحت عنواني من أن السلف الصالح من أن سلف الخرى أي سلف خرائي هذا الذي نحن نقتدي به أن يجعل السفر إلى زيارة الحسين سفر معصية هم هكذا يقولون يقولون من أن دروس الحوزة واجبة فإن طالب الحوزة يترك الواجبة ويذهب إلى أمر مستحاب أين وجدتم في النصوص من أن الذي يترك الواجبة ويذهب إلى المستحاب سيكون سفره سفر معصية أين وجدتم هذا في النصوص له وجود لمثل هذا الأمر في النصوص هذا إذا افترضنا أن دراسة الحوزة واجبة إذا أردنا أن نتحدث بحديث إمام زماننا فإن الدراسة في الحوزة محرمة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا مساوق لإنكارنا إنكار الأئمة أشد من أن نقول إنه أمر محرم إنكار الأئمة كفر الدراسة في حوزة النجف بحسب إمام زماننا هي كفر لماذا؟ لأنها ناقضة لبيعة الغدير ونقض بيعة الغدير كفر بفتوى من الله من القرآن إنها الآية السابعة والستون من سورة المائدة صريحة في الكفر الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين كافرون الذين ينقضون بيعة الغدير ومنهج حوزة النجف من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه كل حرف فيه ينقض بيعة الغدير وينقضها نقضا لعينا خبيثا بحسب القرآن بحسب فتوى إمام زماننا طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وهذه الرسالة وصلت لمجتهد من مجتهدي النجف لميرزا مهد الأصفهاني كان الإمام يكتب هذه الفتوى على صدره وقرأها الميرزا مهد الأصفهاني على صدر إمام زماننا الحجة بن الحسن طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا ولذا فر الرجل وخرج من النجف وتوجه إلى خراسان الحكاية التي حكيتها لكم في برامج السابقة بإمكانكم أن تعودوا إليها لا مجال لذكرها في هذا الوقت الضيق وإلا فهي مناسبة جدا للذي نحن فيه الدراسة في النجف محرمة بحكم القرآن وحكم العترة الطاهرة لا أريد أن أفرض عقيدتي وقولي ورأي على أحد لكنهم يقولون من أن الدراسة واجبة على فرض أنها واجبة الذي يترك الواجب يؤثم فإذا ما سافر إلى أمر مستحب زيارة الحسين واجبة أيضا بحسب العترة الطاهرة ولكننا لنذهب مع القوم بأنها مستحبة ولنذهب مع القوم بأن الدراسة في الحوزة واجبة ترك الواجب يؤثم عليه الإنسان السفر إلى أمر مستحب كيف يتحول إلى سفر معصية يعني الآن إذا واحد ما إجا للدرس وراح للمطعم يأكل أكل بالمطعم حرام قطعا لن يقول بأن أكله في المطعم حرام لكن إذا سافر إلى كربلاء سيصبح سفره سفر معصية إذا راح يأكل كباب مثلا بالمطعم وخصوصا إذا يأكل بمطعم الحج كباب مطايا مرتب ما راح واحد يقول له أنت ترتكب حرام يقول له ليش تركت الدرس بس إذا يروح للحسين يصير السفر سفر معصية إذا يترك الدرس ويروح يأخذ زوجته للطبيب مثلا أو يأخذ زوجته للسوق كي يشتري بعض الحاجات ما راح يقول له أنت في عمل معصية ليش تركت الدرس الدرس أهم بس إذا يروح للحسين يصير السفر للحسين سفر معصية ما حيات الطلبة هكذا تجري في حوزة النجاح في يوم من الأيام يذهب إلى المطعم عند ضيوف في يوم من الأيام يخرج مع زوجته لأمر مهم لخطبة إمرأة لولده للمشاركة في مجلس فاتحة لبعض أقربائه وهكذا الحياة وهكذا تجري ما قالوا لأي شيء من هذه من أنه معصية فقط عينما يذهب لزيارة الحسين السفر يصير سفر معصية هتلية لومو هتلية 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 بتمام معنى الكلمة سرسرية لومو سرسرية 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 وهتلية هذا هو الواقع الذي عليه حوزة النجاح حوزة الشذوذ الجنسي ماذا تتوقعون منها الحوزة التي ينتشر الشذوذ الجنسي فيها بكل مستوياته النظرية والعملية هل نستغرب أن تصدر منها هذه الفتاوى التي كلها نجاسة وقذارة ونصب وعداء للعترة الطاهرة لنفترض أن درس الحوزة واجب تركه يؤثم الإنسان عليه ما علاقة أن يوصف سفره لزيارة الحسين بأنه سفروا معصية كيف صار هذا ما علاقة هذا بهذا لو أنه بقي في بيته ونام وما ذهب إلى الدرس فهل يقال له بأنه ارتكب معصية في نومه هو يؤثم بتركه للدرس أما نومه لم يكن معصية ولي يقول بهذا أحد ما علاقة هذا بهذا لكن حينما يكون الحديث عن العترة الطاهرة يتجلى سوء التوفيق ويتجلى الاستحمار الشيطاني في هؤلاء الذين يقال لهم مراجع من مراجع الأمس أو مراجع اليوم أو مراجع الغاد هؤلاء في الحقيقة هم مراجع بمعنى أنهم يرجعون إلى الوراء كبول البعير من طيح الله حظهم وحظ مرجعيتهم إن كانت في الماضي أو في الحاضر أو في قادم الأيام نذهب إلى فاصل هناك ألعوبة شيطانية أخرى لأجل أن يجعلوا درس الحوزة واجبا يقولون لطلاب الحوزة من أنكم تأخذون راتبا وهذا الراتب يدفع لكم لأجل أن تدرسوا أن تحضروا الدروس الحوزوية فإذا ما لم تحضروا فإن الراتب سيكون عليكم محرما هذا الراتب من أين جئتم به هذه أموال أنتم سرقتموها باسم صاحب الأمر وحتى إذا افتردت أنكم لم تسرقوها هذه أموال الخمس كيف شرعتم أنها تدفع لطلاب الحوزة وإذا كانت تدفع لطلاب الحوزة لحاجتهم فما علاقة التزامهم بالدرس هذا أمر وهذا أمر فمن أين جئتم بتشريع أن الراتب يدفع لطلاب الحوزة كي يلتزموا بالدرس من أين جئتم بهذه الشراءة دين مزيف دين بديل من أين جئتم بهذا وفقا لأي ناص تقولون إنه اتفاق فيما بيننا وبين طلابنا ما هي صلاحيتكم في أن تفرضوا عليهم بخصوص مال أنتم لا تملكونه أنتم لا تملكونه إذا كان هذا المال فعلا فعلا هو مال إمام زماننا لم يعطيكم إجازة في التصرف فيه وإن كان هذا المال مسروقا من الشيعة باسم صاحب الأمر وهو كذلك فأنتم لا تملكونه لا بد أن تحاسبوا على تصرفكم في أموال غيركم وهي أموال الشيعة سرقتمها منهم بالخداء ضحكتم عليهم قلتم لهم هذا حق صاحب الأمر وحينما وصل إليكم عبثتم به كما تشاءون من أقولكم أنتم سرسرية من أقولكم أنتم هتلية هل كلامي هذا لا يطابق الواقع ما هو هذا الواقع فمن أين جئتم بهذه المعاقدة فيما بينكم وبين طلاب الحوزة على أنه يجب عليهم أن يحضروا الدروس لأنكم تعطونهم راتبا شهرية هذه ما هي بأموالكم إن كانت هذه الأموال أموال صاحب الأمر فأنتم لستم مأذونين في التصرف بها ولا يحق لكم أن تشترط على الآخرين بخصوصها وإذا كانت الأموال مسروقة فالأمر واضح من أين جاء الحق لكم أن تعطو الأموال المسروقة لطلاب الحوزة وبعد ذلك تشترطون عليهم شروطا هذه هي الفتاوى المزيفة والتي تطرح على طلاب الحوزة ما بين القداسة والاحتياط الأخ مقدس من يروح إلى كربلاء ياخذ ويا كتاب الكفاية من طيح الله حظ وحظ الآخند الخراساني وحظ كتاب الكفاية من ناحي الوالدين شنو اللعب هذا أعود إلى كتاب الوسائل لا زلت في الجزء نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل صفحة 476 الباب الثامن فيما يرتبط بسفر المعصية الحديث الأول بسنده بسند صاحب الوسائل عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق إذا كان يسافر سفر طاعة حينئذ يجب عليه أن يفطر ويجب عليه أن يقصر في صلاته أما إذا كان في سبيل باطل يجب عليه أن يصوم ويجب عليه أن يتم صلاته وإذا ما كان مضطرا لأن ينجو بحياته بسبب الأكل من ميتة لا يجوز له ذلك لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق الحديث الثاني بسنده بسند الحر العامل صاحب الوسائل عن حماد بن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فمن اضطر الإمام يشير إلى الآية الثالثة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إمامنا الصادق يقول بخصوص قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال الباغ باغ الصيد إنه الصيد المحرم الذي حدثتكم عنه قبل قليل لا لأجل الطعام ولا لأجل الاتجار وإنما للله وللعب وللنزهة قال الباغ باغ الصيد والعادي السارق هذه مصاديق فالباغ ليس محصورا بباغ الصيد والعادي ليس محصورا بالسارق هذه مصاديق قال الباغ باغ الصيد والعادي السارق وليس لهما أن يأكل الميت إذا اضطر إليها هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما على المسلمين وليس لهما أن يقصر في الصلاة ويجب عليهما أن يصوم إذا كان في شهر رمضان الحديث الثالث بسند الحر العام لصاحب الوسائل عن عمار بن مروان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد إلى صيد محرم أو في معصية الله أو رسولاً لمن يعصي الله كأن يكون وكيلاً للمرجع العمل في خدمة المرجعية عمل باطل والسفر يكون سفر معصية هؤلاء الذين يصدرون الفتاوى بهذه الطريقة التي ذكرتها لكم وهذا مثال 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 الذي يكون في خدمة المذهب الطوسي في خدمة مؤسساته ومرجعياته سفره سفر معصية أو رسولاً لمن يعصي الله أو في طلب عدو في طلب عدو بالباطل أو شحناء أو سعاية أن يسعى للإضرار بالآخرين أو ضرر على قوم من المسلمين سأضرب مثالاً لكم بخصوص ما جاء في هذه الرواية سأضرب لكم مثالاً وسأضرب لكم مثالاً حسياً يرتبط ارتباطاً مباشراً بصاحب الفتوى نفسه بمحمد رضا السيستاني لأن الرجل يبدو لا يشخص معنى سفر المعصية فلابد أن أشرحه له بطريقة واضحة صفحة 478 هذه الرواية واضحة اجعلوها قانوناً عندكم في تشخيص سفر المعصية وسفر الطاعة رواية واضحة جداً عن أبي سعيد الخراساني قال دخل رجلان على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه بخراسان فسألاه عن التقصير عن التقصير في الصلاة وعن التقصير في الصيام فقال لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني أنت كنت في سفر طاعة جئت قاصداً لي وقال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان قصدت الخليفة العباسي سفرك هذا غايته أن تصل إلى الخليفة العباسي سفر معصية أما سفرك أنت غايتك أن تأتي إلي سفر طاعة فالذي سفره طاعة يجب عليه التقصير والذي سفره معصية يجب عليه الإتمام الرواية واضحة وما ذكرته لكم عن عمل العاملين في خدمة المذهب الطوسي القذر يندرج تحت هذه الرواية أنا لا أحدثكم بشيء من عندي وحق الزهراء لا أحدثكم بحديث لحالة مزاجية أو نفسية معينة اتجاه شخص أو اتجاه مجموعة معينة لا أحدثكم بحديث لست متأكدا منه لا أحدثكم بحديث يأتي على لساني من دون تحقيق وتمحيص ودراية تام وحق الحسين لا أفعل هذا لا فعلته سابقا ولا أفعله الآن ولذا تلاحظون كل برامجي وكل أحاديثي توضع على الإنترنت ولا نحذف منها شيئا لأنني متأكد مما أقول هذا لا يعني أنني معصوم وإنما بحدود طاقتي بحدود فهمي إنني متأكد مما أقول بحدود قدرتي بحدود عقلي أقرأ عليكم الرواية وهي رواية مهمة جدا دخل رجلان على إمامنا الرضا صلوات الله عليه بخراسان فسألاه عن التقصير إنه التقصير في الصلاة وفي الصيام أيضا فقال لأحدهما وجب عليك التقصير لماذا؟ لأنك قصدتني فأنت في سفر طاعة وقال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان قصدت السلطان مراجع النجف أسوأ من السلطان إمامنا الصادق هو الذي يقول من أنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه السلطان معاوية السلطان يزيد السلطان عبد الملك ابن مروان السلطان الدوانيقي هارون المأمون المتوكل هؤلاء هم السلاطين الذين يكون السفر إليهم معصية ويجب على المسافر إليهم أن يكون متما في صلاته مراجع النجف وكربل ألعن من هؤلاء الصادق يقول هم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه السفر إليهم والعمل في خدمتهم داخل تحت هذه العناوية عندكم الروايات وعندكم الواقع كما قلت لكم قبل قليل محمد رضا السستاني لا يفهم معنى سفر المعصية بحسب ما جاء في الروايات فسفر المعصية إما أن يكون في الصورة الأولى غاية السفر معصية ومرت علينا الروايات وإما أن تكون المعصية ممازجة للسفر نفسه كالصيد المحرم كقاطع الطريق فإن قاطع الطريق وهو يتحرك يقطع الطريق في السفر نفسه فإما أن تكون المعصية ممازجة للسفر وإما أن تكون غاية السفر المعصية وهذا لا ينطبقان على المورد الذي يتحدث عن محمد رضا السستاني ويتحدث المراجع الآخرون عنه فيما يرتبط بسفر طالب الحوزة من النجف إلى كربلاء لزيارة الحسين أثناء الدراسة الحوزوية إذا كانت الدراسة الحوزوية واجبة فإنه يؤثم بتركه للدراسة أما السفر السفر لن يتحول إلى سفر معصية لأن هذا الأمر لا علاقة له بالأمر الأول هذا أمر وهذا أمر هذا أمر له حكمه الخاص به والأمر الذي قبله وهو ترك الدراسة أمر آخر له حكمه الخاص به وهذا واضح من الروايات التي قرأت ما قرأت عليكم منها سأقرب الفكرة لمحمد رضا السيستاني بسفرته إلى كربلاء في أيام شهر رمضان حينما ذهب لزيارة سيد الشهداء أقول له سفرك هذا سفر معصية لا لأنك ذهبت إلى زيارة الحسين عندك غايات في سفرك هذا مثل ما مر علينا في الروايات من أن الذي يسافر لأجل سعاية أو لأجل شحناء أو لأجل الإضرار بقوم من المسلمين فسفره هذا سفر معصية وأنت بالضبط هو هذا الذي ذهبت لأجله في سفرتك إلى كربلاء في أيام شهر رمضان أقول هذا الكلام ليس تحليلا هذه معلومات دقيقة دقيقة جدا وأنا أتحدث مع الذين يعرفون صدق قولي ومن أنني لا أقول كلاما ما لم أكن متأكدا منه بدرجة مئة بالمئة أنا أقول لمحمد رضا السيستاني زيارتك هذه زيارة مزورة لكنها في الواقع الخارجي مثلما هناك زيارة مزورة لأبيك لكنها في الواقع الافتراضي رجاء اعرضوا لنا مقدمة برنامج فصل الخطاب الذي يبث على قناة كربلاء الفضائية التي هي القناة الرسمية الشرعية للمرجعية السيستانية فصل الخطاب برنامج يقدمه أحد المتحدثين باسم المرجعية السيستانية أخضير المدني هذا البرنامج إليكم مقدمته هناك أنشودة عن المرجعية ومناقبها تعرض في هذا البرنامج تعرض على قناة كربلاء الفضائية هذه الأنشودة تمجد بالمراجع وبمناقبهم وكراماتهم وفي الأنشودة هذه تعرض صورة مزورة للسيستان وهو يزور أمير المؤمنين زيارة مزورة بحسب الواقع الافتراضي في نفس هذه الأنشودة وهي تعرض الصورة المزورة حيث تصف المراجع بأنهم يرفضون الخيانة ويصونون الأمانة ويحفظون الديانة وأية أمانة هذه التي يصونها وهم يضحكون على الشيعة بزيارة مزورة للمرجع الأعلى أمير المؤمنين يجاور بيته لا يذهب لزيارته ولأن الناس تتساءل فزوروا زيارة بحسب الواقع الافتراضي فصار السيستاني زائرا لأمير المؤمنين ومصليا بجانب الشباك الشريف بجانب الضريح الشريف رجاء اعرضوا لنا المقطع من الأنشودة نور المصطفى يما يطفى هالنور سور الدين علي يبقى هالسور هو الله ونبيا وعلي حامل حمياء يشعبين البريا جابين المرجعية جابين المرجعية يرفعون الخيانة يصنون الأمانة يحفعون الديانة لحن يوم المنية لحن يوم المنية يرفضون الخيانة يصنون الأمانة من جو ويحفظون الديانة هم من جو لحد يوم المنية كل هذا من جو ومو من فوق رجاء اعرضوا لنا صورة السيستاني المزورة التي عرضت في الفيديو هذه صورة السيستاني التي عرضت في الفيديو اعرضوا لنا الصورة الأصلية الأوضح لهذه الصورة هذه الصورة الأصلية الأوضح التي تم عرضها في الفيديو واعرضوا لنا الصورة الأصل الصورة الحقيقية هي لمحمد باقر الحكيم اعرضوا لنا صورته هذه صورة محمد باقر الحكيم ساعرض لكم الصورتين بإمكانكم أن تقارنوا فيما يرتبط ما بين لون البشر بين اليدين والوجه بإمكانكم أن تقارنوا ما بين صدر محمد باقر الحكيم الذي هو صدر عريض وصدر السيستاني في الصور الحقيقية له ليس عريضا بإمكانكم أن تشخصوا بقع الضوء وبقع الظلام في الصورة للعارفين بعملية التصوير رجاء اعرضوا لنا الصورتين الصورة الأصل هي لمحمد باقر الحكيم يزور أمير المؤمنين ويصلي بجانب الضريح الشريف أما الصورة الثانية هي صورة مزورة للسيستاني الذي لا يزور أمير المؤمنين والناس تتساءل فيعرضون هذه الصورة المزورة زيارة مزورة للمرجع الأعلى ولكن في العالم الافتراضي اعرضوا لنا الصورة التي اقتطعوا منها رأس السيستاني وركبوه على جسد محمد باقر الحكيم هذه هي الصورة الأصل التي اقتطع منها رأس السيستاني وركب على جسد محمد باقر الحكيم زيارة مزورة للمرجع الأعلى في العالم الافتراضي تعرض على قناة كربلاء إنها القناة الرسمية الشرعية لأسستاني أقول لمحمد رضا السيستاني مثلما أبوك زيارته مزورة في العالم الافتراضي زيارتك للحسيني زيارة مزورة ولكن في العالم الواقعي ما الذي جاء بك إلى كربلاء حينما وقع مرتضى صهر عبد المهدي الكربلاء ما رف لك جفن وجئت إلى كربلاء اعرضوا لنا الوثيقة الدبرية ما رف لك جفن يا محمد رضا السيستاني وهؤلاء يتحدثون في مكتب أبيك في الحرم الشريف يتحدثون عن حسين كلك وعن حسين أصلي يوقعون على الأدبار في هذه المسخرة وهذه المهزلة ولا زال مرتضى يتحكم ليس بحرم الحسين حينما كان يوقع الأدبار يتحكم الآن بكربلاء ولا زال عبد المهدي حاكما أميرا في كربلاء ما رف لك جفن وجئت إلى كربلاء كي ترى هذه المصيبة في حرم الحسين وما رتبت أثرا كيف نصدق أنك أنك جئت زائرا للحسين لأجل الحسين أنك جئت زائرا لأمور أخرى سأبينها سأشرحها سأذكرك بها إن كنت ناسيا يا محمد رضا السيستاني ما رف جفن حينما تحدث المراسل حيدر هادي المراسل والإعلام حيدر هادي عن الخمور التي تنقل وتتحرك في أجواء العتبة الحسينية ما رف جفن لهذا وجئت مسرعا إلى كربلاء كي ترى هذه المصيبة رجاء اعرضوا لنا فيديو حيدر هادي وإذا أنا بأن منشور ومنشور نزل العتبة شغلة العرق اللي طببتوه شغلة العرق اللي طببتوه بالسيطرات هم تشذب أنا من أن نزل الأخبار عليكم هم تشذب طببتو المشروب بالسيارات العتبة هم تشذب ليش خلون الواحد يطلع من دينه ويحكي أنا بحياتي مصائر بهذه الطريقة أحكي ليش خلون الواحد يطلع من دينه ويطلع سؤال في مخيصاتكم كلها الشاب اللي كتلتوه بطلقات وبرصاص حي وشمرتوه هم تشذب هاي اللي سؤال في كل الدحشة عليها تشذب خلي طلع واحد يسمسونها أنا بوجد السهناء يوم هاي العتبة هاي هم كنوا يسمعوني خلي طلع واحد يقول لهذا الحاجة تشذب شنو هاتشذب هاذا يا يوم أنا نزلت خبر عليكم تشذب موضوع الأراضي موضوع المشروب اللي طببتوه بالعتبات له هذا الولد الشاب اللي كتلتوه غزوان الله يروح موغيره وغيره اسوال فبكلنا نعرفها يا محمد رضا السستاني ما رف جفنك لكل الفساد الذي يجري في العتبات إن كان في العتبة الحسينية أو في العتبة العباسية أو في بقية العتبات الأخرى ما رف جفنك للفساد الذي ينتشر فيها لمظاهر اللواط والزنا للسرقات للفساد المالي وللفساد الإداري وللفساد الأخلاقي ولظلم الناس وللاعتداء على حقوق الآخرين ما رف جفنك فجئت إلى كربلاء لماذا جئت إلى كربلاء هل جئت زائرا هل جئت زائرا بحسب المعلومات التي عندي ما جئت زائرا ما جئت زائرا لكربلاء عندك غايات الغاية الأولى أن تضحك على الشيعة كي تظهر لهم من أنك معهم تزور الحسين في ليالي القادر وفي ليالي شهر رمضان رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يصور لنا محمد رضا السستاني مع جمهور الزائرين وعرضوا لنا الفيديو الذي يصور لنا محمد رضا السستاني عند الضريح الحسيني الشريف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماذا تقول للحسيني يا محمد رضا السستاني اذا قال لك من اين جئت بهذه الفتوى من ايه مصدر من ان طالب الحوزة اذا ما سافر الى كربلاء كي يزور الحسين في ايام الدراسة الحوزوية فان سفره سفر معصية اذا سألك الحسين عن مصدر هذه الفتوى عن دليلها ما هو دليلها بحسب المذهب الطوسي بحسب المذهب الطوسي لا يوجد دليل يدل عليها لا اريد ان اتحدث في المسألة من جهة الاستدلال بنحو اكثر لكنني اقول لك يا محمد رضا السستاني الغاية الاولى من سفرك ان تضحك على الشيعة بانك تكون معهم مثل ما يضحك ابوك على الشيعة في تزوير زيارته في الواقع الافتراضي فبعدما كشف الامر وتحدثت قناة القمر عن هذه الفضيحة السستانية بامتياز فانك لن تعود لمثلها لابد من زيارة مزورة بحسب الواقع الخارجي وهذا هو الذي قمت به لكن الامر لا يقف عند هذه النقطة النقطة الثانية وصلتك معلومات من ان عبد المهد الكربلاء قام يلعب بذيله مراد قام يلعب بذيله لا يعني انه اشترك في الفساد المالي والاداري والاخلاقي هذا شيء مفروغ منه لان محمد رضا السستاني هو شريكه في كل هذا يلعب بذيله اخذ يتصرف بطريقة لا تعجب محمد رضا السستاني فلذا جاء الى كربلاء كي يقرصه من ذيله كي يقول له انا موجود لا تتصور انني لا اتي الى كربلاء النجف قريبة انني موجود فاراد ان يقرص عبد المهدي الكربلاء من ذيله الذي بدأ يلعب به انا عند التفاصيل لا اريد ان اتحدث عن التفاصيل لست مهتما بما يجري في كربلاء فسادكم له اول وليس له اخر وعبثكم بامور الناس له اول وليس له اخر اردت ان تقول لعبد المهدي الكربلاء ولأحمد الصافي انا موجود وفي اي لحظة سأفاجئكم سأكون قريبا منكم والنقطة الثالثة والاهم جواسيسك الذين تبثهم في العتبتين نقلوا لك اخبارا من ان كثيرا من الشباب من ابناء المحافظات العراقية وحتى من الخليجيين الذين يأتون لزيارة سيد الشهداء وزيارة قمر بني هاشم بعد الزيارة وبعد اداء الصلاة يتجمعون في الصحن الحسيني الشريف ويتبادلون الاحاديث ويكثرون من الاحاديث التي ينقلونها عن قناة القمر جواسيسك يتابعون الناس اوصلوا لك الاخبار وجئت كي تشرف على الموضوع بنفسك واصدرت الاوامر لعبد المهد الكربلاء ولبقية جلاوزتك بانه اذا ما تجمع الشباب بهذه الطريقة فاذا ما خرجوا من العتبة فاعتقلوهم ولو لاجل تخويفهم اعتقلوهم هذه المعلومات دقيقة دقيقة هذه المعلومات دقيقة واقسم بهذا القرآن عليها هذه المعلومات دقيقة دقيقة هذا هو سفر المعصية يا محمد رضا السيستاني حينما تسافر لأجل الاضرار بالاخرين مثلما قرأت في الروايات لإلحاق الضرر بقوم من المسلمين لإلحاق الضرر بقوم من شيعة الزهراء هذا هو سفر المعصية عرفت الآن المقصود من سفر المعصية ما هو نذهب إلى فاصل أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يتابعون برامجي وممن يعرفون صدق مقالي ما عندي من وسيلة كي أتواصل معكم إلا عبر هذه الشاشة ولذا فإني أرفدكم بهذه المعلومات هذه المعلومات وحق الحسين دقيقة دقيقة إلى أبعد الحدود هذه المعلومات معلومات حقيقية أنا لا أريد أن أضحك عليكم ولا أبالي بمحمد رضا السستاني ولا بأبي ولا بغيرهما أنا لا أبالي بها أولا لا أعرف لهم قيمة لكن أمورا لا بد أن تعرفوها هذه أمور تجري حولكم لا بد أن تعرفوها وهذه آثار طبيعية لواقع الضلال في الحوزة الطوسية بنحو عام وفي المرجعية السستانية بنحو خاص هذه الفتوى فتوى فتوى أن سفر طالب الحوزة لزيارة الحسيني يكون سفر معصية إذا كان أيام الدراسة الحوزوية كما قلت لكم ليست خاصة بمحمد رضا السستاني هذه فتوى طوسية ناصبية قذرة سأحدثكم عن الآخرين انتظروني في حلقة يوم غد ستسمعون الكثير من المعلومات معلومات جديدة على أذهانكم تابعوني وستعرفون الحقيقة الواضحة الجلية وأعتقد أن الأمر صار واضحا بالنسبة إليكم حينما أقول لكم إنني لا أستطيع أن أحسن الظن بهؤلاء لأنني مطلع على الكثير والكثير والكثير من قبائحهم أنا أعرفهم مثل ما نقول في التعابير الشعبية العراقية أعرف وجه قفة أعرفهم وجه قفة من وجوههم ومن أقفيتهم أعرفهم وجه قفة الذولة الهتلية